اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة ترحيب مملكة البحرين بجميع السياح والزوار الذين يتوافدون هذه الايام على ارض المملكة لمتابعة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ون للعام 2023 وبرنامج الفعاليات المصاحبة الحافل الذي تم اعداده للاحتفاء بهم واثراء تجربتهم جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزيرة السياحة لمعالي سيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة وبحثت الوزيرة مع نظرها العماني خلال الاجتماع مجملة تطورات العمل السياحي المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وذلك في اطار تفعيل مذكرة التفاهم الطموحة الموقعة بين البلدين الشقيقين بما في ذلك اطلاق حزمة سياحية مشتركة تمكن الزوار والسياح من حول العالم من زيارة البلدين في جولة سياحية واحدة وأعربت الصير في عن الحرص على تعزيز العلاقات بين وزارة السياحة في مملكة البحرين والمسؤولين في القطاع السياحي في سلطنة عمان وباقي الدول والتي تدعم تبني المزيد من المبادرات والبرامج والمشروعات السياحية التي تعود بالنفي على التنمية السياحية وصناعة السياحة ككل بما يتماشى مع استراتيجية السياحة للأعوام 2022 إلى 2026 ويتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة هذا وركز الاجتماع بشكل خاص على تبادل الخبرات في مجال السياحة الرياضية وتعزيز استفادة القطاع السياحي من هذا النوع من السياحة الذي يشهد نمواً متسارعاً حول العالم وإقامة البطولات والمسابقة الرياضية الجاذبة لأعداد كبيرة من السياح والزوار بغرض متابعة هذه المناسبات والبطولات أو المشاركة فيها ترجمة نانسي قنقر